السالمية استقبل كاظمة ويطمح لمواصلة عروضها المميزة بقيادة الجنرال حمد إبراهيم فيما بحث كاظمة عن فوز لتعويض خسارته الثقيلة بالجولة الماضية المواجهة أدارها الحاكم السعودي فيصل لبلوي والتهديد الأول أتى لكاظمة عن طريق الأردني أحمد عرسان والمنصور يبعد الكرة الرد السلماوي جاء عن طريق ليمة والكرة بجانب المرمى الأردني المتألق أحمد عرسان من سلاح التزديد يفشل بالأولى وينجح بالثانية بمرمى المنصور واضعا كاظمة بالمقدمة أحمد عرسان والكرة الثابتة الله عرسان محمد لهويدي كاد أن يعادل الكفة من تزديدة قوية تألق كنكوني بإبعادها عن مرمى وفي شوط المباراة الثاني كاظمة أضاف الهدف الثاني بطريقة رائعة عن طريق المتألق أحمد عرسان السلماوي حاول العودة عبر المتقدم أليكس ليمة وكنكوني بالمكان المناسب السلمية استطاع أن يقلص النتيجة بأقدام البديل فهد الرشيدي السلمية رمى بثقلة باحثا عن تعديل النتيجة لكن دون جدوى ليأتي بندر بروسلي من كرة مرتدة ويعزز من تقدم فريقة بهدف ثالث لتنتهي بعدها المواجهة بفوز كاظماوي بثلاثية مقابل هدف نحن اليوم هذه العيالنا ولعبيننا ونعزهم وكلهم على رأسنا لكننا نعتقد هم الشباب عندهم أكثر ويقدرون يعطون أكثر نتمنى التوفيق للجميع ماذا الحكم؟ الحكم تحكيم زين يعني فيه لعبات ما تأثم ومغير مؤثرة فإحنا اللي لعبيننا لازم يتعودون وحكامنا أيضا لازم يتعودون أنه مو كل شيء أي لمسة تحسبها فأول هذه ما هي كرة سلة اليوم نتكلم التحكيم قاعد يعني لذلك تشوف منتخبنا أيضا ما يعطي لأننا لعبيننا مو متعودين على اللعب الغوي الأمانة احنا بعد اللعبة الأخيرة أمامنا دلغة تسية وعدنا نفسنا وعدنا مجلس إدارة وعدنا الجهاز الفني والإداري ننقدم ونرجع بثلاث نقاط مهمة تعزز من فرص المنافسة على المركز الأول في الدوري اللهم لك الحمد إخواني اللاعبين قد الوعد وخذينا المباراة داء ونتيجة اللهم لك الحمد اليوم فوز جدا مهم جدا فريق صعب السالمية ثلاث نقاط تجعلك في الصدارة والشيء اللي كان ناقصنا في المباراة القادسية اللي هي الروح القتالية وعوضناها في المباراة السالمية نقول ما نستحقين الفوز اليوم ما لعبنا يعني نس مباريات الإطافة كانت شيء طبيعي هذا رتم الفريغ ينزل الفريغ ممكن لعب مباريات فترة لأخسام اللي طافت لعب مباريات صعبة وشيء طبيعي أن الرتم ينزل بين مباراة متوقعه لكن نهاية الغسم نقول الأول عندنا غسم كامل نقدر راجع حساباتنا إن شاء الله ونعيد حساباتنا من جديد السالمية يقصر لأول مرة تحت قيادة المدرب محمد إبراهيم والخسارة الثانية للفريغ بالمسابقة بعد خسارة حاتم المؤدب في الجولة الأولى أمام النصر فواز الصلال لبرنامج الديربي موسيقى موسيقى موسيقى